أحدها واللي بعدها نتيجة للحماس إنما لو قفت الكلام ده بطرد واحد كل حياة والأنظار أولاني هيبقى عارف إنه أنظار تاني طرد كل حياة من حسابه معلشنا النهاردة هنركز أكتر على بيان النادي الأهلي لأنه الحقيقة بيان شافي ووافي لكل ما حدث خلال الفترات الأخيرة الحقيقة لأن النادي الأهلي ظلم بيّن خلال الفترات السابقة في نفس الوقت زي ما كابتن مار قال لأنه كنا برق الهواء فيكيζون بيقولة نادي الأهلي ده نادي عظيم بقبل فعلا ظل دائما نادي الأهلي بعظمته وكل شيء الناس كلها بتستفيد من النادي الأهلي منتخبات وكلها على الرغم أن هذا حق المنتخبات على النادي الأهلي ولكن أأصد في ظل كل هذه الظروف وفي ظل هذه الصعوبات كلها نادي الأهلي بيوفي بكل احتياجات المنتخبات وبيوفي بكل احتياجات اللاعبين وكل حاجة الحمدких مهدي الإصابات بها أسلام هتأثر على منتخب مصر في المرحلة اللي جاء. لو حصل الماضي اللي فات ده خارج من النادي الأهل اتنين ثلاثة فيهم إصابات. مهدي خسر المنتخب مصر. تاني حاجة أو تاني طلب طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم. وهو الإفادة بما تم اتجاه اللاعب الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة فيفا. باعتراف الاتحاد المكتوب في أربعة واحد. وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن. رغم اختار النادي الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ سبعة إتناشر تلاتة وعشرين. الشباب بعد إذنكم هتولي الجزء الخاص بالليحة اللي بتتكلم لائحة النظام الأساسي. ولائحة فيفا إنه ممنوع. آه ممنوع. أنا عايز الحتة دي يا شباب من اللائحة لائحة النظام الأساسي. ده بند صريحي. بند صريح ممنوع اللجوء للحتة دي خالص. يعني يعني هم نتكلم في قضية منتهية. ما فيهاش صعوبة. يعني ما فيهاش صعوبة هي لايحة. صحيح. هي لايحة. إحنا مش عايزين اللائحة تتطبق. أنت مش بتخترع حاجة أو دي مثلا موقف جديد. ولا حاجة جديدة لسه ما عندهمش هياخدوا الرأي فيها. ولا لجنة التظلمات تشوفها. ده نص صريح في اللائحة. طبق اللائحة. لاحة النظام الأساسي بالزبع. يعني هي مش مشكلة أبدا أنك تتطبق كابتن ماهر اللائحة. إحنا مش عايزين أكثر من كده. إنما أنت عملت وبعدين القضية بالها أو القصة بالها قديد لقتي. والنادي الأهلي مقدم الكلام ده من إمتى. يعني إيه اللي تم فيها؟ وتاخد قرار. يعني خد قرار فيها عشان تنهي الجدل وتنهي الموضوع ده؟ ما دي مش كبتنا. فضل. 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 الجوانب الإدارية في التعادل الكورة واللوايح. مع الأسف تحس إن الناس بيدا عنها. أو الناس ما عندهش درية بيها. أو الناس ما بتأكدش عليها. وإن اللايحة دي معمولة لحد تاني. مش معمولة للكورة المصرية والدورة المصري. فمع الأسف يعني مسؤولين نادي الاتحاد أو الاتحاد الكورة بوعاد جدا إسلام ومتخزلين جدا وكسللين جدا وتحس كده إن هم خايفين ياخدوا قرار. صحيح. يعني اللايحة موجودة لك إيه؟ حاجات غريبة. آه لا راحة لا. كمان عندي لايحة جماعة ما ناخد اللايحة. إسلام أي حاجة بتنجح في الدنيا طبعا أساسها الإدارة. حي. الإدارة يعني سيستم شغل ولوايح بتتطبق. دي يعني دي سهل قوي. سيستم شغل ولوايح بتتطبق. لو حصل خلل في الاتنين دول يبقى فيش نجاح. صحيح. في مصنع في شركة في مؤسسة في اتحاد كورة. وخصوة الاتحاد بقى أنت عندك لوايح ولوايح كتيرة وتعديلات كتيرة. ولازم أنت تبقى أبديت للكلام ده لأن فيه لوايح بتتغير كل فترة من الاتحاد الدولي. فلازم أنت تبقى متابع. ولازم عشان كمان يعني يعني لما تاخد قرار في دي محدش بعد كده يعمل القصة دي. خلاص يتعلن أن فيه طبقة اللايحة في الموقف ده عشان بعد كده فيش تكرار. إنما لما بتتساب عيمة بيحصل حاجة تتعبل في حتة تاني. قولك ما هو فلاني الفلاني عمل الكلام ده ومحدش عقبه ولا حد تتكلم معاه. فلازم بيبقى فيها كابتن ماهر تطبيق للوايح. والسرعة كمان اتخاذ القرارات. السرعة مهمة جدا. معلش يا ناس بتعتمد على أن الناس هتنسى.